الله الرحمن الرحيم. في الاغلب العام لو انت بتسمع السلسلة دي فالمشرف مش بس طالب انك ابحس انشورها. لكن في الاغلب العام كمان طالب انك ريفيوهات. تكتب ريفيو واحد على الاقل مسان يعني. احنا كنا اتكلمنا يعني كان فيه في القناة الحمد لله موجود ازاي تحاول تدور على افكار ريفيوهات جديدة. اقول لك اللي انا اعرفه يعني في التخصص دهوت او في المجال ده. في كاسة طبعا فيديوهات كتير على يوتيوب موجودة وتقدر ترجع لها باذن الله. يعني اا اتكلمنا برضو لو انت واقف شوية في الريفيوهات ازاي تحاولت تزود انتاجيتك فيه او كدهوت. اا يهمني هنا ان انت في الاغلب العام عايز بس تدور على فكرة ابداية الريفيو بتاعك. يعني انت في الاغلب العام خلص لسه بتدور على نقطة تشتغلها او انت حتى شغال في نقطة معينة لكن اتغطت بالريفيوهات قبل كدهوت. وانت عايز ايه نقطة قريبة منك او كده تعمل فيها ايه? فيعني يا حندر ديش كده سريعا اي تكنولوجيا انت بتخدمها يعني اي تكنولوجيا انت بتشتغل ابحاث فيها بيها جوانب فنية. يعني مسلا ايه معالجة الميا مسلا? ايه مسلا بتحضر مواد نانو علشان نشيل ملووسات من الميا. ايه بقى نوعية الملووسات وليه الملووسات دي ايه خطورتها? اكتر من التركيز كم تبقى خطر? ايه التركيز المسموح بيه? المادة ايه الشحنة على سطحها? ليه بتمسك على المادة النانو? ليه ما بتمسكش? مش عارفها حسابات مثلا المادة النانو بتحرك كزي في المياه? ليه بتعمل اجلومريشان? عاجات زي كده يعني. بعد كده ايه تكنولوجيا بيباليها جوانب اخرى زي مثلا الجوانب الاقتصادية. انه مثلا ايه احنا عندنا مياة مثلا تطلعة من مصنع بكمية معينة. فيها الملووس الفلاني هنجيب مادة النانو تشير الملووس ده. هتكلفنا قد ايه? المادة النانو ناسية بتكلف كم? المتر المكعب من الماء هتعالج بقد ايه? هل هتفرق التكلفة لو كانت محطة كبيرة ولا صغيرة? يعني لو عملنا محطة واحدة مجمعة لمصانع كتير. ولا لو عملنا محطة واحدة لكل جهة كل مصنع. هل بتفرق حاجات زي كده ولا لا? دي جوانب بتفرق مع مع التكنولوجيا. فانا بقول لك الكلام ده علشان نظريا. حتى لو انت حسيت ان الجوانب الفنية اتغطت يعني خلاص ناس كانت به ريفيوات كتير فيها. ممكن انت حاول تفتح في الجوانب التانية. وتبص كده تسأل نفسك هو. طب الجانب الاقتصادي تغطى? يعني هل في حد درس الجانب الاقتصادي للموضوع? فيه جوانب مسلا سياسية واجتماعية. الجوانب السياسية زي ايه? هل مسلا الدولة تفرد على المصانع غرامة مسلا اه او تفرد عليهم في حالة ان هم غرامة يعني في حالة ان هم مع الجوش المية عندهم بسرعة كافية وتبقى غرامة كبيرة فتجبر المصنع ان هو يشتري وحدات معالجة مية صغيرة عنده ويعالج المية يقول لك احسن مدفع غرامة انا اشتري انا على حسابي واتكلف شوية وخلاص حتى حملتها على على العميل او على المستهلك يعني بس بدل ما الدولة تفرد عليها غرامة ولا الدولة تبني محطة مركزية كبيرة وتاخد هي المية من المصانع وهي تعالج لهم المية دي وتاخد من كل مصنع آآ رسوم مقابل المية اللي عليك تهيلك على حسب ما كل مصنع بينتج بقى كمية آآ دي جوانب آآ يعني بتختلف في علاقة الدولة او الحكومة بالتكنولوجيا اللي موجودة في ناس مهتمين بحاجة اذا كان انت ممكن تقول لي لا لا بص انا مليش في القصة دي وفي ناس سوالك لا انا عجبني او الموضوع انت بتقوله دا يهمني انت تلقفية من دي جانب من جوانب التكنولوجيا اللي انت ممكن تحاول تسع فيها وتغطيه ساعات بتلاقي ايه الناس مش مغطيونه فانت ممكن تكتب عنه كريفيو حتى لو ميني ريفيو انت في الاخر في الاغلب العام انت متضرر يعني انت في الاغلب العام مش مش مبسوط من حيات ان انت تكتب ريفيو والمشرف ضغط عليك فانا بانصحك ان انت ايه ان حاول نطلع من القصة اللي احنا فيها دي يعني فبقى فيه كذا جانب للتكنولوجيا مسلا الجوانب الاجتماعية دي ممكن متنباكش قوي انه مسلا هل الناس متقبلين التكنولوجيا دي ولا لأ ساعات مسلا الناس ما ترضاش انك تعالج ملاوسات من الماية بمادة نانوي يقول لك المادة نانوي نفسها ممكن تهرب منك شوية منها في الماية وهي نفسها فيها خطورة واحنا مش عايزينها في حاجات زي كنا ساعات بتحصل مسلا مع تكنولوجيا مش عارفة الفايف جي والحاجات اللي زي كده ساعات الجوانب السوشيال اللي الناس ما تقبلهاش دي بقى قصة تانية فيه الجوانب البيئية والصحية الساعات مسلا ايه احنا كده كده بنعالج ميا فهي كده كده احنا ايه يعني ايه هدفها ان انت تعالج اه صناعة كده كده بتطلع ملاوسات فانت بتعالجها عشان تقلل الاسر بيئي للميا ده هيك لكن فيه ناس حتى ساعات بيهتموا جوة معالجة الميا بحاجات زي مثلا ايه محطة الميا نفسها بتستهلك مثلا كهرباء كهرباء دي جاية من محطات بتطلع عوادم طب هل ينفع ان احنا نشغل محطة الميا دي بالواح مثلا خلايا شمسية هل ينفع نخليها محطات مثلا معالجة ميا خضراء هل بتستخدم مسلا تقف وتجدده حاجات زي كده يعني فهل ينفع ناخد سانيوكسيد الكربون اللي بتطلعه المحطات دي نعالجه نستفيد منه حاجات زي كده رغم ان هي محطة معالجة ميا الا ان هي بيحاولوا يقللوا اثارها البيئة يا كمان فيه حاجات زي كده بتحصل يعني يعمل ان انت تتقفى من ان حتى اي تكنولوجيا بتشتغل فيها لو هي عبارة عن حتة كتير صغيرة جوه فلو انت شغل في حتة صغيرة ممكن ان الحتة التانية تكون ما تغطيتش كويس. ممكن تحاول تغطيها precon & وكل حتة منهم كلهم على بعض المتجمعين بيعملوا تكنولوجيا كبيرة يعني مثلا الخلايا الشمسية.ER. في كذا نوع انت ممكن تكون شغال في نوع معين وهو دل انتو عندكو فيه امكانيات او عندكو فيه شغل. في عنوع تانية اجاب منك. ممكن مثلا النوع ده من الخلايا الشمسية انت بتطور مثلا اليكتروض معين فيه. لكن في ناس بتطور الازاز مثلا بتاعه. فيه نوع تاني ناس برضو بتطور كزا حاجة جوا منه من ضمنها الازاز. فيه ناس بتطور مثلا نوع تالت كزا منه كزا حاجة من ضمنها الازاز. فتلاقي الازاز ده مشترك ما بين التلاتة دولت. فانت ممكن تحاول تكتب عن اهمية تطوير الازاز او ازاي الناس بتطوره. فيه مختلف انواع خلاش رمسية. تركز عن نوع اللي انت بتشتغل فيه ومعزالك تتكلم عن باية الانواع. من ده باستقفى من باب العلمي بالشيء. ان انت تبقى تعلمت وعرفت. لعلة وعسى ان شاء الله بعد ما تخلص الشغل اللي انت فيه تروح تشتغل على شغل زي كده والتاني ما انت قريت عنه بقى وتعلمت وعرفت وكده يعني. طبعا لان انت ممكن تكون النوع اللي انت شغل فيه ده خلاص اتهارة ريفيوهات. خلاص الناس كلها هلكتوا ريفيوهات. فخلاص. لازم نحاول نطلع شوية من الحتة اللي مليان ريفيوهات دي نطلع لحاجات التانية لسه ايه ما تغطيتش يعني. نفس الفكرة برضو معالجة المياه فيه كزا طريقة. ممكن كل طريقة منهم بتستخدم مواد نانو مختلفة. فيه مسلا المادة انه بتنفع مع كزا طريقة من دول. فممكن تمسك مادة نانو واحدة وتشوف كده هي ايه بتستخدم في كل الطرق ازاي. والابحاث اللي عملت عنها او جدا. فده اللي من انت تفهموا يعني. برضو من ضمن الحاجات اللي بنحاول نعملها ان انت في الاغلب العام تفتشتغل على مستوى المعمل. فيه دايما الجوانب الفنية بيوليها ثلاث مستويات. المعمل مستوى النصف صناعي مستوى الصناعي. يعني مسلا على مستوى المعمل ناس بتحضر خلايا الشمسية قد كده هوت. مسلا على قد يا سياتو على قد المواد الكيموائي اللي بيحضرها وبتاعها ما يكلفش نفسه كتير. اللي بتنجح معايا يبتدي يتكبروها لغاية مستوى نصف صناعي. مسلا حاجة مسلا ايه تلاتين سنتي تلاتين سنتي كده. اللي تنجح معايا ويبتدي يكبروها للمستوى حاجة صناعي. فممكن انا رغم ان انا شغال في موضوات الخلايا الشمسية وتهارك شغل خلاص ناس كتير تتبع عنه ريفيوات اسأل نفسي. هو حد تتكلم على المستوى النصف صناعي. حد عامل مسلا المستوى الصناعي. حد عامل ريفيو على الابحاث اللي نجحت في المستوى الصناعي. لو هو فيه اصلا ابحاث نجحت في المستوى الصناعي ولا لا. هل حد تتكلم عنها؟ هل انا ممكن ادور على حاجة زي كده ولا لا؟ كده يعني. يا من ان انت تاخد بالك ان انت كتطلب دراسات عليا في الاغلب العام بتركز مع الناحية الفنية بمستوياتها التلاتة. لكن الاستشاري والخبر اللي في المجال وبما فيهم المشرفينك والناس اللي بتحكم لك الرسالة بتاعتك وكده او المحكمين بيهمون باية الجوانب برضو. فانت كده كده حتى ان شاء الله لما تبقى خبير في المجال محتاج تكون قريط في بقيت الجوانب دي. فحتى لو انت فتحت في ان انت تكتب في الجوانب المختلفة دهيت. ده مش هتخسرك كتير. بالعكس ده يساعدك ان انت ان شاء الله تمتمكن من مجالك اكتر يعني. واعتبر ان هو ايه مجهود اضافي بتعمله جنب الشغل اللي انت ايه بتشتغل العمليات. يعني ان انت درافة حول يتكلمنا على حاجات زي كده. لكن الريفيو القوي في الاخر اهم حاجة ان هو يجمع عشتات الابحاث. الابحاث كل واحد شغال في طريقة كل واحد شغال في حتة فتجمع عشتاتهم. مسلا اه مسلا معالجة المية. التكلفة الاقتصادية. ممكن تلاقي واحد مسلا في السويد يقول لك احنا عندنا مصنع عملنا فيه كذا عملنا فيه كذا. واحد تاني يقول لك لو عملنا مصنع احنا بنعمل محاكاية وهيعمل كذا كذا كذا. ده شغال بمنهجية ده شغال بمنهجية ده شغال بطريقة ده شغال بطريقة. بتحببها تعصر الكلام ده كله وتفهمه وتطلعه في صورة ايه? صورة ريفيو. حتى برضو ريفيوهات اللي مسلا ايه? اه من ضمن الفن في كتابة ريفيوهات انك تفهم الروتين بتاع المجموعات البحثية. ويمكن اتكلمنا في فيديو فات من شوية على ان كل مجموعة كده بتبقى لها روتين وكل تخصص بيقى لهم روتين كده معين. الروتين بتحاول تعمل زي حاجة زي كده هو. بيمسكوا مسلا خمسين بحث كلهم شغالين بنفس الروتين وبنفس الاستنبا. ويحاولوا كده ايه? يفهموا. كل الابحاث مسلا مع اول بيتكلمه ايه? مثلا عن عن يعيس اردي ايه. يعيحول يفهموا كده ايه? يعيش اردي بتاع كل الناس دي ويحاول اللخصه. بعد كده كل الابحاث بتتكلم عن يعيشها. يعيش يفهم كل��ضة مسلا يلخصه. كل ابحاث بتعمل كازا يحاول يفهم كل دهو يلخص وهاكزا. اشهور ايه. يعني يا ناسي. ايه. بيكون الحاجة زي كده. ويحاول يحصر المشترك بين الابحاثتي كلها ويفهمه للقارئ ويبتدي يعبره عنه. انت ان شاء الله هتحاول تعمل ورده حاجة زي كده هو يعني. لكن انا يهمني احنا ايه نفتح مع بعض كده فكرة ان احنا ازاي نحاول ندور على يعني سريعا كده نلقود فكرة كده تستحق ان احنا نمشي ورها يعني ايه او كده سريعا يعني. انا في الاول بحاول وشوف الريفيوهات اللي اتعاملت قبل مني عاملة زي. فمثلا انا بس انا بشتغل مثلا مع مواد نانومترية في معالجة البكتيريا مثلا حاجة انتبكتيريال. بتعود اكتب كلمة مثلا ريفيو واحطها من علامتين تنصيص واكتب بعد منها كلمة ميكانيزم. طبعا طبيعيا انا اكتب كلمة ريفيو الاول واكون دورت وبسيت كتير. انا معين انا هو مش بس بادور على ريفيوهات اللي اكتبت قبل مني. انا بادور هل حد عمل ريفيو عن الميكانيزمات قبل مني ولا لا. في الاغلب الاعام بيبقى نادر ان حد يكون عامل ريفيو عن الميكانيزمات. يعني بيحاول يفسر النتائج. ناس كتير عاملة ريفيوهات بتقول لك ايه? المادة النانو الفلانية نجحت في النات موت بكتيريا. ودي نجحت ودي عمد ودي عمد ودي اسملك جداول وارقام. واعثر لك كل الابحاث دهيات وطلع لك كل الديتة اللي فيها. وحطها لك وشريحالك كلها. لكن نادر ما حد بيفسر لك ليه. ما حدش بركز في الحتة دي في الريبيوهات. فانا دي اول لأ طب ممكن نلقوطها. ان انت عشان انت تتعمق في المجال تخصصك اكتر. وانت تستفيد اكتر. وانت تبقى بتزاكر. وفي نفس الوقت بتكتب الريبيو اللي مطلوب منك. ان انت اول حاجة تدور رها الميكانيزم. ان انا اشوف كده هل حد تكلم عن الميكانيزم ولا لأ. اه لو مليتش حد ما تكلم عن الميكانيزمات. هنا طبعا هم متكلمين عن الميكانيزمات. هنا مسلا ايه ممكن يكون متكلم عن الميكانيزم. اه للزينكوكسايد بس. طيب انا ممكن مسلا ايه اكون باشتعل علمات قريبة من زينكوكسايد. الكاباروكسايد مسلا. اكتب هنا كاباروكسايد واشوف حد عامل له ميكانيزم ولا محدش عامل له. لما محدش عامل له ميكانيزم بقادي اول لقتة. ان انا افهم كده اللي عمل الريبيو ده للزينكوكسايد عامله ازاي? وافهم الاستنبه بتاعته. واعمل شبهه للكاباروكسايد. ادي ادي دي الفكرة اللي قدام احنا كده عادنا يعني عملنا فكرة في خمس دقايق. واشتغل وراه زي وخلاص. لان انا متضرر انا اصلا مخنوق مليش المزاجين انا اكتب ريفيو ارتكال. فانا اقلت حد كاتب قبل مني. بس هو شغال على زينكوكسايد انا اكتب على كاباروكسايد. وربنا يا سهل. عمل ما نكتب كده ونعمل بقى نغير شوية نعدل شوية حاجاتنا زبط. حاجة جديدة ثالية. كده يعني هنشوف ده نماشي ازاي. بس اول حاجة زي ما قلت لك ايه بتبقى ايه? بتبقى الميكانيزمات. تاجي حاجة لان انا ادور على السيستيماتك ريفيو. السيستيماتك ريفيو بيبقى يعني مهم تقيل شوية لو انت يعني لك بقى نفس وكده. اه لكن بيبقى كويس ان انت بيحاولوا ينقشوا الميثيديولوجي اللي شغالة بها الباحثين. وخطوات التجارب اللي عملوها ورؤيتهم. يعني السيستيماتك ريفيو بيبقى تقيل شوية عن مجرد الاوفر فيو ده اللي هو الريفيوهات العادية دي اللي هي بتبقى مجرد بس ايه نظرة من بره كده وخلاص. مجرد بيحكي لك النجاح كده اللي موجود وخلاص. لا السيستيماتك بيشرح لك الميثيديولوجي بتاعت الباحثين. بيبتدي يربط لك ما بين الميثيديولوجي اللي عملوها وبين النتائج اللي مطلعينها بيبقى يعني اتقل او اعمق شوية. انا نصحك ان انت تبص عن متن لو لقيت سيستيماتك ريفيو حاول تقراهم وتفهمهم واستفيد منهم. هيعلمك كتير. ممكن منه تحاول تلاقي انت فكرة لريفيو صغير تعمله. ازاي? السيستيماتك ريفيو بيبقى تقيل جدا وقوي جدا وكبير. ممكن انت تمسك عنوان من العناوين اللي موجودة جوا منه وتلاقيها مشروحة بطريقة مقتضبة كده اهو ايه? عد عليها سرعة لانوه مش فاضلها. تمسكها انت تفضلها انت بقى. تمسك انت بقى وتوسعها. تسأل نفسك بقى هل الحتة دي متغطيها كفاية ولا مش كفاية? وانت فيدي ايه نحاول نوسعها. اتفعنا? ده ساعات بينفع يعني. برضو اه المستويات بقى مختلفة. خلاص الناس خلاص عاملين كل حاجة. وشرحين ميكانيزم وعملين كل حاجة. طيب ادور على كلمة مثلا زي يعني مصنع تجريبي. بيبقى اطلع التفنولوش اللي نشتغل فيها من مستوى المعمل لمستوى ايه? نصف صنوعي. فبكتب مسلا كلمة زي كلمة كلمة مثلا زي سيمي كلمة زي حاجات زي كده هو. بدور كده وسط الشغل. حد عامل حاجة زي كده ولا ما حدش عاملها. ايه الاخبار? ايه الناس متكلمين في ايه? حد كاتب كلمة دي ولا لا? ادور. واحدة واحدة هتلاقي النتائج بتقل. النتائج بتقل لان الشغل مش كتير. كلما النتائج تقل معي في المحال دي كل نتائج تقل لان. لما تقل النتائج ده معنا ان انا عندي فرصة بقى انا اكتب بقى انا اشتغل. لان انا عايزك لما تقرأ برضه زي ما لطالك لما بتقرأ ابحص تقول له. good job. رفو عليك ال line hour. انا بقى عندي فكرة عايز اعمله. نفس الفكرة لما تقرأ الروي و تقول له ال line hour. انا بقى كما عندي عايز اكتبه. فانا عايزك برضه كدوة كلما هيقل الشغل اللي منشور كلما دي حاجة كويسة ليه. اتفقنا؟ برضو نكتب كذا حاجات مثلا سيمي اندسترال زي ما قلنا بنحاول ندور عليها مثلا ساعات من ضمن الحاجات لو انت غاوي حاجة زي كده يعني البيتنت ريفيو انك تدور على حد عامل ريفيو عن براءات الاختراع اللي اتعملت قبل كده هوت لو انت ملكش تقول على ايراد براءات الاختراع فدي مش هتفيدك قبل لكن في زملة بيحبوا الحقيقة دي حاجات التجارية وكده خصوصا زملة مثلا من كليات هندسة وكده بيحبوا قوي المواضيع التجارية او حتى الزملة من كليات مسلا علوم التطبيقية يحبوا الحاجات دي يحب ان هو ايه يدور لان هو عايز يطبقها في صناعة وعايز تطبقها في حاجة حقيقية فيه يحب يشوف براءات الاختراع المعمور فيه ساعات بتبقى منشورة وساعات فيه تخصصات ما بقاش فيها البيتنت ريفيوز دي فانت ممكن تلقوا تبقى حاجة زي كده هوت وانت تدور على مسلا اخر مسلا تلاتين اربعين براءات اختراع منشورين قبل منك تقراهم برضو تتبع اول ورقة منهم وتلخصهم لنفسك وتحاول ايه تتصور كد انا ممكن اكتب عنهم ازاي وتشوف اي ريفيو من دول هو شغال ازاي وانت تشتغل شبهه الخطوات اللي هو عاملها تنسى تشتغل شبهه مسلا يعني اتفقنا برضو ساعات كلمة لانه زي ما قلت لك تعظيم النجاح وانت تدور على اعظم نجاح حصل ما ببقاش كتير الشغل عليه فيه ناس كتير بتشتغل مسلا ايه احنا طلعنا النجاح دي العامل المؤثر على النجاح لكن ما حدش بيعمل كتير فساعات فيه ريفيوهات بتحب حتة الايه انه يشوف الدراسات اللي عاملة في الشغل ويعملوها برضو الدراسات دي بتساعدني ان انا لما لقيها الريفيو تقيل اوي وكبير اوي اخوش اشوف اي حتة مقتدبة وحاول انا اوسعها القط هنا وحاول اعملها انا مني ريفيو الوحدة اتفقنا فدي من ضمن الحاجات الايه اللي بتساعد معي برضو لما بلاقي بقى الدنيا مقفولة خالص احاول بقى ايه افتح في الجوانب الاخرى لان من ضمن عناصر قوة الريفيو ان هو يغطي اكتر من جانب ان انا ممكن الريفيو يغطي اكتر من نوع طبعا فيه ناس تقولك لا احنا الريفيو بالنسبة لنا لازم يكون صغير على قد ما تقدر ويغطي حاجة محددة في رأي الشخصين ده الميني ريفيو الريفيو الزغير الميني ريفيو فيه ابحاثة بتنشر ميني ريفيو بيبقى متخصص قوي لازم نشر حتة صغيرة خالص لكن وجهة نظر ان الريفيو الكبير اللي في مجلات كبيرة كل ما بيغطي اكتر من جانب من الصناعة وكل جانب فيه ومغطيه كويس ومغطيه تقيل يعني مغطيه بعمق كل ما ده بيبقى احسي دفعنا لكن انا ده وجهة نظر ده اللي انا شايفه يعني الريفيو كل ما بيغطي اكتر من جانب بعمق كل ما دي حاجة كويسة غطيت واحد جانب واحد بعمق برضه ده كويس بس في رأيه الشخصي انك ايه في الاغلب العام كل ما تزود عدد الجوانب المختلفة بعمق كويس او بحاجة كويسة ممكن ان شاء الله يبقى او يبقى جانب واحد كبير واكتر من جانب تاني بصورة مقتضبة بس بس مش مقتضبة قوي يعني يعني شرحين الموضوع كويس الى حد دي وجهة نظر يعني ممكن ببساطة فانا بتعود مثلا زي ما قلتلك مثلا انا ايه اه شغال خلاص يعني دورت على حد مسلا مش مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ايه تكنو ايكونوميك اناليسي. حاجات زي ايكونومي. حاجات زي كده هو. اشوف كده الناس بتعمل ايه? وادور وراهم. بعد كده اكتب ريفيو. اشوف حد عامل ريفيوات بالفعل ولا محدش عامل. لو لقيت محدش عامل ريفيوات. اشوف الابحاث اللي موجودة. اللي طرقتلي على جوجل. لو لقيت ابحاث كتير موجودة في الموضوع. دي فرصة ان انا اعقل ان عنهم ريفيو. لو لقيت ابحاث قليلة يبقى ما مش لازم بقى. واضح ان مفيش تجارب كتير الناس عملتها في الشغلة ده. شكلها ايه? مش وعيدة قوي يعني العملية. او لسه لسه الشغلة ما طالعش منه كتير. لكن دي من ضمن الحاجات اللي نحاول ندور عليها. زي ما قلت لك انا بسلا ايه? بدور على كلمة الاول. لو لقيت ريفيوات كتير خلاص. ده معنى ان الموضوع متغطي. ملاقيتش ريفيوات كتير ارجع ايه? زي ما قلت لك. ادور على ابحاث. اشوف كده. هل في ابحاث كتير موجودة في المجال ولا ما فيش موجودة? لو في ابحاث كتير موجودة في المجال. دي فرصة كويسة انا انا حاول اكتب عنها ريفيو بيسند. انتفقنا? ساعات مسلا انا بكتب مسلا كلمات زي كلمة بوليتيكس مسلا. سياسة. ان انا اشوف هل في حد مطبق الجوانب السياسية في الموضوع ولا لا. اه حد ذاكيرها وسط الريفيوهات تانية ولا لا. الناساعات حد زي ما قلت لك. هو نشر ريفيو كبير ومغطي كزا جانب بس الجوانب السياسية في ايام هو نشر ريفيو مسلا من تار 4 سنين. ما كانش في لسه ابحاث كتير اتكلمت عنها. لما الناس قارت الشغل اللي هو عامله. بدأوا هم ينتبهوا للموضوع وبدأوا يشتغلوا في الموضوع. فبدأوا ينشروا ابحاث جديدة. فلما اتنشر ابحاث جديدة لسه محدش غطاها بريفيو كبير بقى لوحده. فانا اعمل ايه? افهم اللي هو كتبه في الريفيو الصغير اللي في الاول. وبعد جده اتوسع فيه واشوف الابحاث الجديدة اللي اتعاملت هو اتوسعه انا بقى شوية. حتى لو كتبته كاميني ريفيو وخلاص. لكن دي حاجات اللي نتحاول نعملها. دي جانب تانية ايه? نتحاول نعملها يعني. برضو مساعة ساعات جابرنومنتال بوليتيكس مسلا. السياسات الحكومية. ساعات جابرنومنتم مسلا. ساعات بكتب كلمة مسلا ضرائب حاجات زي كده اوض. اي كلمة المية طلقت معي حاجة ايه? اه سياسية. ساعات بكتب حاجة سوشيا مسلا حاجة اجتماعية. وهكذا يعني. اه ساعات برضو ايه? اه بشدد شوية يعني انا بلاقي فكرة بدأت تبقى موجودة. بخاف ان انا يكون ايه مع السرش العام ده تكون ايه الفكرة موجودة بس هو السرش العام مش جايبها. وانا هنا هول ببقاعد قاعدة عايز القط بس فكرة دلوقتي مبدايا وخلاص. فلازم اتأكد كويس انه انه فعلا مفيش حد مغطي الموضوع فعلا بجد. مش مجرد ان هو السرش العام ده مش لقطه او مش جايبه. فبحاول اشدد عليه شوية واخليه ادور يعني بخلي جوجل يدور لي في العنوين. فالكلمات اللي انا ادور فيها دي ما يدورش وسط البحث بس وخلاص لا. انا عايزه الكلمات اللي انا كاتبها تطلع لي في العنوان فوق. علشان يكون الريفيو فعلا مركز في الموضوع اللي دارك ان هو كاتبه في العنوان فوق. فمثلا انا بقيت مثلا اول ان تايتل مثلا نانو فارتكالز انتي باكتيريا مثلا ريفيو. ده كده في الاول كده عشان اعيد كل كل الريفيوهات اللي مكتوب فيها كلمة ريفيو فوق وكلمة انتي باكتيريال وكلمة نانو فارتكالز فوق. ارجع ولد كده مثلا ايه? اغير كلمة زي مثلا كلمة ايه? الاستدامة. دي اول حاجة يمكن بتدور عليها. بص اول ما دورت لقيته بيقول لي مفيش مفيش حد كاتب كلمة في العنوان فوق. دي على طول فرصة تريفيو. على طول الفكرة تريفيو حلوة. اروح اشيل كلمة دي وادور على كل الابحاث اللي كاتبه كلمة او حتى الريفيوهات السابقة اللي كاتبه كلمة هتلاقيه كاتب في الوسط كده. حتة كده صغيرة. اللي هي الاستدامة. الحاجة المستدامة. التنمية المستدامة. هتلاقيه كاتبها في الوسط كدهوت بس مش مغطيها كويس. امسك انا بقى الاستستانبيلات دي واحطها في العنوان عندي. ان انا ازاي استخدم تكتونجة دي بحيث ان انا تكتونجة ساستانابل. نفس الفكرة مع كزا حاجة تانية. زي ما قلنا. اكتب كلمة كوست. حد فوق في العنوان كتب كلمة كوست. لقيت هنا هوات واحد كتب كلمة كوست. طب ده ريفيو ولا ده بيبر ولا دي ازروفها. اشوفها كدهوت. سواء نتيجة تكتين تلات عشر حتى مش قضية قوي. اهم حاجة انا لقيت الفكرة. مش شغل كتير معمول في الموضوع. مش ناس كتير متكلمين عنه. لقيت انا بقى الفكرة افتيت ايه اه ادور وراه. لقيت ويستحق يكتب عنه ريفيو كان بها. لقيت الشغل فعلا قليل زياد عن اللازم وما يستحقش خلاص ايه بقى دي فكرة لسه ايه مش مناسبة. لكنها دلوقتي على جاب ونبقى نشوف ايه افكار تانية. في كزا حاجة تانية. زي ما قلنا كلمة بوليتيكس مثلا لازم احطها بها دلوقتي في المرحلة دي في العنوان. عشان اطمن ان فعلا ان فيش احد لما انا ممكن مثلا ايه اعمل سيرش على كلمة بوليتيكس زمان. الاقي ايه ايه مطلع شوية اه نتائج كده عامة. ومفيش فيها كلمة بوليتيكس قوي للدرجات دي فهقول اه حلوة دي فكرة حلوة يلا بينا نشتغل فيها. وبعدين افاجأ ان بعد اما اشتغل مثلا لمدة سبعين ثلاثة. الاقي في بحث كان منشور. وفي او ريفيو منشور وفي كلمة بوليتيكس فوق. وانا ما كنتش اخد بالي منها او الجنرال سيرش ما اخدش باله منها. فبتبقى شغلية لان في الباحثين بينشر في مؤتمر ولا بينشر صفحيته الشخصية بينشر في كزا حتة. فجوجل مش يعني كفاته اوش ما في المية يعني. فسعر بيبقى في حاجات. فانا بحاول على قد ما قدر انا ايه اشدد عليها. اقول له ايه دور لي دور لي كله في العنوان فوق. عشان كلمة بوليتيكس بقى ظهرة في العنوان فوق. لو ما لايتاش في العنوان دي فرصة كويسة ان ما حدش مخصص ريفيو للشغل السياسي. فانا ابتدي ايه اركز مع تطبيق التكنولوجيا دي وعلاقتها مع الحكوم. مسلا ايه اتفعنا? مسلا كلمة سوسايتي عشان اشوف الجوانب الاجتماعي لو انت ميال للجوانب الاجتماعي يعني اوجب. مسلا ايه? كلمة كوميرشل. حد يطبق حاجة تجاريا? حد اشتغالها تجاريا? ساعات ممكن نعمل ريفيو عن النواحي التجارية. هل في شركات مسلا نشتغل السياسي التكنولوجيا دي? هل في شركات طبايتها? هل في شركات وقدة برقة اختراع زي ما قلنا? وهكذا يعني. فده اللي بيحصل يعني. اه ساعات تيوتوريا ريفيو برضو يعني بنكتب على كلمة تيوتوريا ريفيو بس تيوتوريا ريفيو ببقى صعب عليك شوية في الاول. يعني صعب ان انت تشرح لحد تيوتوريا ريفيو. لكن اه ممكن نساعد فيه طالب اكسر خبرة. يعني ساعات مثلا بعض المعامل خصوصا ان انت يعني ربنا كرم اجمانحة مثلا الدكتوراه في جامعة كويسة. بيبقى في بص دكتورز معاك خبراء قوي في المجال واستاس كبير. ويقول لك تعالى ساعد معانا في نحن نكتب تيوتوريا ريفيو ويشرح الموضوع للايه? للزملاء الصغيرين يعني. فده ممكن يساعدك يعني. لكن انا انصحك ان هو ايه? صعب عليك دلوقتي في الاول فحتي التيوتوريا المش قضية. انت ممكن انت تتدور عليها عشان انت تستفيد منه. لكن صعب ان انت تكتب تيوتوريا ريفيو في الاول يعني. عشان بس ايه? في بعض الزمنة ساعد ممكن مسلا يسأل عنه او كده. فرأي الشخص يقولوش لازمة دلوقتي. مس ده اللي كان نهي منه انت ايه تاخد ذلك منه. بقيت الشرح موجود في سلاسل تانية على القناة. لو انت عايز بقى ايه نفكر اكتر في يعني بعمق اكتر في الافكار. بس انا ده الفيديو معمول لحد متضرر. يعني معمول لحد زهقان اصلا وبيكتب ريفيو وعايز دوله على ايه فكرة يلقوطها كده وخلاص. لكن بقيت السلاسل معمولة لحد بقى هو عايز يتوسع او عايز يعمل حاجة يعني يعني اتفقنا? بس ربنا ايه سرحان ان شاء الله. نكمل بقى ان شاء الله الفيديو الجانب. شكرا.